طيب خلاص موقفك من الحكومة يمكن نبرر لك ان الوزير هذا غلق تلفونه وما جاوبش عليك الساعة عشره فالليل بان نبرر لك اما الجيش الوطني نسهولا يضحوا بارواحهم بدون الرواتب يعني فاكيد انكم منصفين معه دخولي اخوانكم في الجيش اليمني البطل هذا الجيش هو الجيش الوطني اليمني اللي يحب اليمن جيش يمني قوامه اقترب من حوالي 80 الف استطاع ان يتكيف مع استراتيجية العمليات في الميدان ويقوم باعماله بكل احترافية دفعة جديدة من ابناء اليمن الشرفاء ممن سينضمون الى افراد الجيش اليمني التابع للشرعية استطيعوا العمل في الصحراء في الجبال في الغابات في المناطق المبنية لديهم خبرة واسعة رجال اشدة مقاتلين اشاوس هذا الجيش مبني على الاحتراف ليس على الطائفة الجيش الوطني اليمني انتماءه ولا للدولة الانتماءه لليمن وليس للطائفية وليس للقبلية نعم انتماءه كان فهذا اساسه واليمن ما زال واقفا بفضل جيشه الوطني يا سلام على الانصاف هذا الجيش هو الجيش الوطني اليمني اللي يحب اليمن ايه الجيش الوطني اللي يحب اليمن طبيعي يحب اليمن يحب ساحل العاد لديهم خبرة واسعة رجال أشدة مقاتلين أشاوس مقاتلين أشاوس فعلا ونعم بهم واليمن ما زال واقفا بفضل جيشه الوطني ما زال اليمن واقفا بفضل جيشه الوطني يا سلام على الإنصاف يا أخي الإعلام الإماراتي هذا يقول كلمة الحق ما شاء الله يعني بدون أي تردد إننا لا نملك جيش وطني هناك يعني تقاوب أو تعاون إلى حد ما بين الميليشيا الحوثية والوحدات العسكرية التي مقابلها من الشرعية هناك معسكرات تابعة للشرعية في عدن وفي مأرب وفي حضر موت هي مأوى للجماعات الإرهابية معسكرات الشرعية صارت إرهابية ومأوى للإرهابي ومن نفس القنوات نفس القنوات اللي كانت تقول جيش الوطني وأبناء اليمن الشرفاء واليمن ما زال بخير بفضل الجيش الوطني الآن صار إرهابي وجيش إرهابي وبعدا ما ينفعش تقولوا على جيش الشرعية جيش إرهابي ما يقولوا التحالف بتعمل إرهاب وبعدا ما قد صنفتوش الحوثي جمع إرهابية جالس انت تفاوضوا معه ودلتقوا به ووفتي يروح ووفتي يرجع وجيش الشرعية قد صنفتوه إرهابي يا سلام على الفزعات ثالثا حل الجيش الوطني من معالي وزير الدباع المقدشي وصولا إلى أحدث جندي تم تخريجه من أي ماركس من هو هذا قرب وقرب واشوف منو أشداء مقاتلين أشاوس الأخ الأشاوس ايش فيك يا عم يشوسي مش قلت لانه جيش خبرة وأشاوس تريد حل الأشاوس يعني وقت ما مزاجهم رايق وشرب نسك فيه وكذا خلاص هذا جوتش وطني ووقت ما يتصايحه الجيران يطلع التلفزيون جيش إرهابي حلو هو جيش جيش مشو رأس شيشة كل يصاعد غيره